اهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنعمل في فيديو النهاردة بوكسي للميكاوب ممكن نستخدمه للقبر طريقته سهلة وبسيطة مش مكلفة كل اللي هنحتاجه هنجيب خيط المكرامية المصري او اي ممكن خيط الكليم ممكن نستخدم خيط المكرامية الفرنسي نستخدمت خيط المكرامية المصري استخدمت هنا للتنزيم خيط خيش وصوستا معدن يكون معيه بالشكل ده كده هنشتغل فيديو النهاردة مع بعض هنبتديو هنشتغل مع بعض الدائرة السحرية وبعد كده هنشتغل غرزة سلسلة ارتفاع انش اعتبارها حاجة اعتبارها تزبيت للدائرة وبعد كده هنشتغل جوه الحلقة دية عشرة غرزة حشو واحد اتنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عندي الخيط اللي ورده هقفل بيه الحلقة هشتغل بالشكل ده كده مية عشر غرز حشو واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هروح عند اول غرزة حشو اشتغلتها هاتهل فيها واشتغل فيها غرزة منزلقة بعد كده هرتفع غرزة سلسلة ارتفاع للدور هروح لغرزة الحشو التانية واشتغل فيها اتنين حشو كده اول واحدة واحط فيها ماركر عشان اعلمها من دي بداية السطر التاني في نفس المكان هشتغل كمان غرزة حشو هروح للغرزة اللي بعديها على طول واشتغل فيها اتنين غرزة حشو والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها اتنين حشو في نهاية السطر ده المفروض يكون معي عشرين غرزة حشو هكاملها اشتغل في كل غرزة اتنين حشو وهارجع لكتين وصلت لنهاية الدور وتكون معي عشرين غرزة حشو دلوقتي هقفل السطر التانية هشير الماركر واروح عند اول غرزة حشو اشتغلتها واقفل فيها بغرزة منزلقة هرتفع سلسلة ارتفاع السطر التالت هروح لغرزة الحشو اللي عليها الدور وهشتغل فيها اتنين حشو كده واحد واحط فيها ماركر في نفس المكان هشتغل كمان غرزة حشو هروح للغرزة اللي بعدها وهشتغل فيها غرزة حشو واحدة الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها اتنين حشو الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها اتنين حشو الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة حشو واحدة الزطر ده هنمشي غرزة هنشتغل فيها اتنين حشو وغرزة هنشتغل فيها غرزة حشو واحدة نهاية السطر ده هيكون معي 30 غرزة حشو هكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لنهاية الدور وارجع لك دين وصلت لنهاية الدور واشتغلت في اخر غرزة غرزة حشو واحدة لان انا بدايت الدور كنت بدأتها زايد فالنهاية هتكون عندي غرزة واحدة هشيل المركر واقفل بمنزلقة باول غرزة حشو بعد كده هشتغل سلسلة الدور ده هشتغل وثابت هشتغل فق كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة احنا ممكن نقبر القاعد عن كده ان انا ما اكتبه بالحجم ده فهنا هشتغل فق كل غرزة حشو هشتغل فقها غرزة حشو واحدة واحط المركر واللي بعديها هشتغل فيها غرزة حشو واللي بعديها هدخل فيها واشتغل فيها غرزة حشو هكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لنهاية الدور وهرجع له كده وصلت لنهاية السطر وتكون معي تلاتين غرزة حشو هشيل المركر وقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا هكتفي بحجم القعدة يكون كده انا ما انسي لو حابة تكبري عن كده بتكبري عادي انا اشتغلت القعدة معيكو بابرة مقايز خمسة ونص هشتغل الجسم بتاعي البوكس من فوق بابرة مقايز خمسة اصغر شوية هدلوقتي هشتغل سلسلة انا عندي هنا فتلة خلفية وفتلة امامية هسيب الفتلة اللي هي برا وادخل في الفتلة اللي جواه هشتغل فيها غرز حشو عادية هشتغل فيها غرزة حشو هحط المركر عشان اعلم بداية السطرة عندي والغرزة اللي بعدية هشتغل فيها غرزة حشو واللي بعدية هشتغل فيها غرزة حشو همشي السطرة ده كله بنفس الطريقة ان انا هشتغل فوق كل غرزة في الفتلة اللي جواه هسيب الفتلة اللي برا وهشتغل في الفتلة اللي جواه غرزة حشو عادية هكامل لنهاية الدول وارجع لقودين اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر كون برضو معي تلاتين غرزة حشو دي الفتلة الخلفية اللي احنا كنا بنسيبها برا ادت الشكل ده اهو وارتفعنا بالاسطر عادي في الفتلة اللي جواه دلوقتي هقفل بمنزاليكا في اول غرزة حشو والغرزة اللي انا حطى فيها الماركر هدخل فيها واشتغل فيها غرزة منزاليكا بعد كده هرتفع السلسلة وهشتغل عادي في الفتلتين فوق كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو كده دي اول غرزة واحط فيها الماركر همشي عادي هشتغل في كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو هكمل بنفس الطريقة وهرتفع كمان سطرين غير السطر ده يعني هكمل السطر ده للاخر واقفله وهرتفع كمان سطرين فوق السطر ده دي الكتعة اللي هتبقى فوقه في البوكس الكتعة اللي هتبقى تحت هشتغلها بنفس الطريقة بس هرتفع عدد اسطر اكتر هرتفع عدد الاسطر في الكتعتين وهرجع لكم تاني اقول لكم ارتفعت اقدي بالزبط وارتفعت اربع سطور واحد اتنين تلاية اربع دلوقتي هقفل بمنزاليكا في اول غرزة حشو وارتفع بالخيط وارتفع بالخيط دي كده ارتفعت القطعة اللي فوق بتاعت البوكس اشتغلت قطعة تانية بنفس القعدة بنفس عدد الاسطر اللي انا عملت بيها القعدة وارتفعت فيها كمسطر واحد اتنين تلاية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تستع عشر احد واشر اتناشر كده ده البوكس من تحت وده القطعة بتاعه من فوق القعدة دلوقتي احنا المفروض نخريط القطعتين دولي فبعض هندخل الخيط الزيادة دي في الشغل من جوه هنجيب سوستة على مقاسة اللي هي القعدة بتاعته عشان هنخيط القطعتين في بعض فالسوستة هتكون على المقاس بالزبط بالشكل ده كده هنخيطها بالابرة والخيط ممكن نلزقها بالشامع الاول بعد كده هنخيطها بالابرة والخيط بعد كده هنخيط القطعة التانية في السوستة من فوق فانا هدخل الخيط الزيادة في الشغل واخيطها وارجع تاني اواريكم هنعمل فيها ايه خيط السوستة وخيطت ورا خمس غرص في القطعتين بغرص منزلقة شبكت القطعتين من ورا بغرص منزلقة ممكن نستخدم الابرة التنظيف عادي ونخيط خمس غرص واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس غرص مكتعة اللي فوق خمس غرص مكتعة اللي تحت واستخدمت خيط الخيش وزي انتي بالبوكس بتاعي يكون معي كده شكله من جوه بوكس ممكن نحط فيه الابر وممكن نحط فيه الميك اوب بتاعنا لشان ما يتبهدلش واحنا مسافرين طريقته سهلة وبسيطة ومش مكلفة خيطت هنا السوستة اهي من فوق ومن تحت خيطت هنا بخيت اسود عشان السوستة سودة عشان ما يبانش معي في الشغل طريقة تقفله سهلة بتزيين ده ممكن تزيني انتي عشواء ممكن تزيني بحاجات تانية هيكون معي بالشكل ده كده تنسوش لايك للفيديو لو عقابكم واشتراك في القناة وتفعيل زر القرص عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بينزل